اهلا بكم الى موجز لاهم الانباء صدر في الجريدة الرسمية تونسية الخميس مشروع دستور جديد سيطرح على السفتاء عام في الخامس والعشرين في الخامس والعشرين جوليا المقبل ينص على ان رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه ويمنح المشروع الرئيس صلاحية واسعة فيما يدين شتى اذ انه القائد الاعلى للقوات المسلحة ويضبط السياسة العامة للدولة ويحدد خيراتها الاساسية ويسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة ويسند الوظائف العليا المدنية والعسكرية ويتمتع بحق عرض مشاريع القوانين على البرلمان بالمقابل يقلص المشروع الى حد بعيد صلاحية البرلمان الذي ستستحدث فيه غرفة ثانية هي المجلس الوطني للجهات والاقاليم قررت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الخميس اعلان حالة القوة القاهرة في ميناء السدرة ورأس لانوف النفطيين بمنطقة خليج سرطة وجاء هذا الاعلان بعد انقضاء مهلة 72 ساعة كانت قد حددتها قبل ثلاثة ايام لهذا الاجراء حيث اشارت المؤسسة الليبية في البيان الى خسارة اكثر من 16 مليار دينار جراء اقفال ميناء البريقة وزويتينة وعدد من الحقول النفطية في جنوب غرب وشرق البلاد منذ منتصف ابريل الماضي اعتمد مجلس النواب الاسباني مشروع اقتراح يدعو الى عودة اسبانيا الى موقفها الحيادي بشأن صحراء الغربية واعادة العلاقات بين الجزائر واسبانيا بحسب ما اوردته الوسائل الاعلام المحلية وابرز ممثل جبهة البوليساريو في اسبانيا عبدالله العربي ان مشروع اقتراح بشأن السياسة الخارجية لاسبانيا قدمته المجموعة البرلمانية لحزب الشعب مضيفا ان النقطة الثالثة عشرة تتعلق باعادة العلاقات بين اسبانيا والجزائر واحترام الموقف التاريخي لاسبانيا تجاه الصحراء الغربية في اطار القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة جددت كاتبة الدولة للعلاقات الخارجية الانغولية برافو كوندي مواقف بلدها الدعم لنضال الشعب الصحراوي العادل من اجل الحرية وتقرير المصير معتبرة التفاوض والحوار هو الاولوية الاولى لحل هذا النزاع من جانب اخر نقل سفير الجمهورية الصحراوية لدى انغولا حمد الخليل الميارة امتنان وتثمين حكومة وشعب الجمهورية الصحراوية لمواقف التضامن والدعم الذي تتخذها جمهورية انغولا حيال الكفاح المشروع للشعب الصحراوي من اجل الاستقلال والحرية وتقرير المصير مؤكدا ان هذا الدعم المبدئي غير المشروط الذي تحظى به القضية الصحراوية من قبل عديد الدول والهيئات ظل سندا قويا في انعاش امل الشعب الصحراوي يتوصل توافد الفلسطينيين للاحتشاد الواسع بالمسجد الاقصى المبارك لتصدي لاقتحام المستوطنين الاسرائيليين تلبية لمطالب ما يسمى جماعات الهيكل المزعومة وانطلقت الدعوات الفلسطينية الحثيثة في عموم فلسطين المحتلة للاحتشاد في المسجد الاقصى وتكثيف التواجد فيه تحت عنوان سيجناك قلوبنا مع ضرورة المشاركة الواسعة في اداء صلتي الفجر والجمعة وذلك لحمايته والدفاع عنه ضد مخططات التهويد الاسرائيلي الذي يتعرض لها هذا وتتواصل الدعوات الفلسطينية للاحتكاف في المسجد الاقصى مع بدء العشر الاوائل من ذي الحجة افادت وسائل اعلام بسماع ذوي سبعة انفجارات في مقاطعة ميكولايف جنوب اوكرانيا وسط تواصل المعارك بين الجانبين الروسي والاوكراني وقالت قيادة مقاطعة اوديسا ان عدد قتل القصف الروسي على المقاطعة ارتفع سبعة عشر قتيلا واحدة وثلاثين اصابة ختام الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة